في خبر مرتبط بالأدوية والخبر ده له أكتر من المستوى لأنه جاي كمان على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي جهاز حماية المستهلك حذر النهاردة من التعامل مع عدد من الأدوية اللي بيدخل في تركيبها مادة اسمها فالرستان القرار ده تم اتخاذه من خلال وزارة الصحة ومن خلال جهاز حماية المستهلك لأنه فيه تقارير خرجت من وكالة من أهم الوكالات على مستوى الدولي طبعا لسلامة الأدوية اللي هي الوكالة الأوروبية بتقول أنه هي المادة نفسها عشان بفهمين برو المادة نفسها مش مضرة لكن فيه تم تركيب المادة دي أو تصنيع المادة دي في عدد من الدول اتواجد فيها شوائب المادة دي بتدخل في أدوية تم تصنيعها هيظهر بشكل غلط أو فيه خطأ معين فني معين فظهرت فيها شوائب الشوائب دي ممكن تؤدي إلى أورام لقدر الله أو هي شوائب مصرطنة في مادة بتدخل بقى في أدوية زي ضغط الدم المرتفع أدوية تخص عضلة القلب لو راضي عبد المعطي رئيس الجهاز قال أنه تم التعاون كمان مع الإدارة المركزية لشؤون الصيدالة في وزارة الصحة علشان تعمل تحذير لكل الصيدالة وكل طبعا المتعاملين مع هذه الأنواع من الأدوية اللي هي محطوطة قدام حضراتكم دلوقتي على الشيشة ترجمة نانسي قنقر